في تصريحات صادمة كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أمنيتها بالوفاة لتجنب ترك ابنتيها وحيدتين في هذه الحياة وفي حديثها لموقع الكاهرة وابرواشيوشي أكد أنها عاشت فترة صعبة تعرضت فيها لظلم من عائلتها مؤكدة أنها دعت الله أن يأخذها هي وابنتيها لتجنب تركهما بمفردهما وفيما يتعلق بتصريحات عائلتها حول إدمانها أكدت شيرين أنها تعاطت المخدرات بدافع إن إنهاء حياتها وأن هناك فرقا بين من يتعاطى المخدرات لأغراض الشخصية ومن يتعاطاها للموت ورفضت التصريحات التي وصفتها بأنها غير دقيقة مشيرا إلى أنها لم تكن مدمنة من الدرجة الثالثة شيرين أكدت أن شقيقها أحضر لجنة طبية لفحصها وعندما اكتشف وجود حسام حبيب في المنزل تعرضت للتعدي والاعتداء وأشارت إلى أنها لم تعامل حبيب بنفس الطريقة عندما أحضرت لجنة لعلاجه من الإدمان فيما يتعلق بجدل الصوت مصر مع الفنانة أنجام أكدت شيرين أن لقب الصوت مصر يصاحبها منذ بداية رحلتها الفنية وانتقدت تصريحات أنجام حول اللقب مؤكدت أنها تحدثت عن نفسها بشكل شخصي ولم تفهم سبب غضب أنجام بهذا تكشف شيرين عبدالوهاب عن فترة صعبة في حياتها تتعامل مع الاتهامات بتعاطي المخدرات وتتحدث عن أمنيتتها المثيرة للجدل بالوفاة مع تسليط الضوء على جدل صوت مصر الذي شهد اندلاع خلاف مع الفنانة أنجام ترجمة نانسي قنقر